ناريم كانت قاعدة في الجناح اللي عمر حجزولها عشان تحضر نفسها للفرح وكان فيه واحدة مخصصة وبتعمل لها الميكوب هو انت برضو عمالت اللي في دماغك وملبستش الفستايا ناريم هتشليني حرام عليك يا ستة انا حرة فرحي وانا حرة واتفقت انا عمر على كده يا ادي عمر اللي دماغه فلت منه ده مش احسن برضو من اللي من غير دماغ خالص اول ما قالتلي كده عرفت ان هي تتكلم عن قاسر اوف اولاعي قالتلي كده وصابتني ودخط على الحمام وانا بيتعمل اتحك عليها لو سمحت يا نسا مش عارف اشتغل خابرت التجميل قالتلي كده فوقفت ضحك وسكت هابو تقلي دم امك اما بقى في الجناح عند عمر فكان قاعد هو وصحابه كلهم وكانوا مشغالين اغني بصوت عالي قوي وعملين يرقصه والله هتتلم و هتتجوز زميره ومن اللي قالك انها هتلم يا خفيف طب اي يا عم مش هتحضر نفسك ولا ايه دي الساعة عربت على 11 وانت لسه ما جاستش ايوة صح صح ده لكده هتأخر ايوة بقى انا من دلوقتي هبدأ قول خطوات انت قامي قلت كده وعدتها تحك دحكة بشر وبصوت عالي ونريمان خرجت على صوتي في الاول وقفت واتحكت على دحكتها وبعد كده قلت لها بقولك ايه ما تنسيش تعمل اللي انا قلتلك عليه يوه انا بصراحة مش فهمة انت اساسا بتعملي كده ليه مالكيش دعوانتي ويعملي اللي قلتلك عليه وبس حاضر حاضر اسر كان وافه قدام جناح نريم عشان نفسه بس شوف نريمان اول واحد وفي اللحظة دي عمر كان جايل نريم واول ما شاف اسر الدم الغالي في عروقه هو انت بتعمل ايه هنا انا مستني نري هي نريمان جوه ايوة جوه المفروض انت جايل نيرو صح اول ما قال لي كده اضايقته اكتر وقربت منه وبسط له بكل شر وقلت له ما تضلعهاش انت فاهم اول ما لقيته بالمنظر ده عارفت ان هوه في حالة غير طبيعية وعصب قوي رحت رفعت ايدي بالاستسلام وقلت له طب ايه ده ده انا اسف هقسر قال لي كده ومشي من قدامي لكن انا كنت واقفه متضايق زي يمانا انا ما بتحملش اي حد يشوفها غيري بعد كده اتحكمتي في انفعلاتي وخبطت على الباب اول ما فتحت الباب ولقيت عمر بصيت وراي الناريم وقلت لها اتنيلي خش جوه عشان محدش تزفت ويشوفك واول ما لفت وش تاني وبصيت له عمر وشفت منظره واللبس اللي هو لبسه اتصدمت لا 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 ده انتو مش طبعيين ابدا هده ان قلت ان انا هشتكلك منها لقيتك انيال لا ده انتو مجانين هو بعد كده فوقت من تفكيري على صوت نريم ويا بتقوللي يا الله شكلك حلو قوي يا عمر هده انس اللي حلو قوي يا نريم لقيتها ابتسمت وقيتلي بكل حماس ويمسكي ايدي زي الطفلة وقالتلي طب يلا بقى علشان نلحق الطيارة كنت اعاد لوحد وعمل بص على البحر وصرحان اول ما شفت نريمان جاي علي بقت بصصلا بزهول من كتر جمالها لقيتها قربت مني وقالتلي قول لي بس سابتك ليه دحكت على كلامها وقلت لها ما فيش يا ستي كان عندها شنا بعداد المعافن ده عارفاه اول ما قالك كده بقت فتصر عن نفس من الدحك وهو كمان دحك على دحكي بقت عمال اتحك عليها وفي نفس الوقت عمال ابص حولي عشان اتأكد اني مفيش حد شايفة بكل الجمال ده لقى بجد قولي قاعد لوحدك كده ليه مفيش حاجة انا بس كنت مستنيك تنزلي المهم هم فين بقيت عمال ابص له وانا منبهرة بجماله معقول يكون فيه حد واسم زيه انا اصلا مش شايفة غيره والله ما عرفش خدع ونزل عساسة انه هم ما جايين هقب جد اوعدكم ما عملتش لو تلك عليه دي لسه منبهاني دلوقتي ايب عليك هو انا تلمز انا مبسوطة اوي انا اول مرة تبصت كده من فترة كبيرة اخيرا يا رب حافيدي هتجوز واحدة انا ردي عليها اه وانا كمان يا ماما ناريم بنت جميلة فطبيع اننا نحبها لانها شبهها اوي ومجنونة زيها عناية دمعت وقلت لها الله يرحمك يا جميلة كانت جميلة فعلا الله يرحمها يا ماما ويهدي عمر وناريم انا حاسة ان موافقة ناريم دي وراها حاجة وموافقة عمر برضو مش طبيعية دا حاجة وقلت لها هم بيحبوا بعض اصلا ايوة بس اللي تنعناديين اوي فاكيد موافقتهم بالسرعة دي فيها حاجة حتى عمر مبررش الموقف نهائي بالعكس ادى باين نفسه ان هو مزنب مش مهم هيعملوا في بعض ايه مع ان انا عارفة ان هم ممكن يولعوا في بعض المهم بالنسبة لي ان هم بيحبوا بعض وفي الاخر ربنا عيهديهم هي يا رب يا ماما يا رب ها اما بقى في الحفلة فكان الكل متجمعوا عما يتكلموا مع بعض ناريمان وقسر وخالة عمر كانوا واقفين مع بعضوا عما يتحكوا بصوت عالي لكن بقى جدة عمر فكانت قاعدة مع حد من قريبهم وان كانت عملة تكلموا مع سبب الجواز السريع لكنها ما قالتش السبب الحقيقي اما بقى مامته فكانت وقفى مع والد ناريم وهي عملة تحاول تقنعه بسبب الجواز السريع ده اللي هو لحد دلوقتي مش مقتنع بيه كنت واقف عملة اتحك وببص للسماء لقيت حاجة غريبة وبعد كده قيت الاغاني تغيرت لاغنية اجنبية مشهورة كان بيحبها عمر وناريم ادهقت النظر شوية ولقيت مظلة جوية وجوها عمر وناريم ايه ده معقول معقول يكونوا نطوا من الطيارة يوم فرحهم يلحاوا يا جماعة عمر وناريم هم الكل بقى بصص عليهم عملة يتحك ما عاد انا بقت مش مصدقة ان المعتوها يوصل بها الحل كده وفيهم فرحها وبعد كده نزلوا هما الاتنين من المظلة وعمر شالها وطلع على المسرح وفضلوا يرقصوا هما الاتنين وبعد كده لقيت صحاب عمر جايين علينا وخدوا فضلوا ينططوا فيه ها 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 يا ولاد المجنون احقع عمر اي نعم مجنون بس تسحابوا مجنونين اكتر منه وبعد كده نزلوا جاء علي وقال لي مش قادر بجد الله يخرب بيوتكم كده بقى نريمان دلوقت سيتغير فكرتها عن اننا مفيش اجنب مننا اللي قيت وضحكوا بعد كده غمازلي وقال لي بس انت حلو النهاردة على فكرة على طول على فكرة ماشي يا برينز عمر انا جعانة هل تصدقوا انا كمان تعالي ناكل وبعد كده اخدني وروحنا على البحر وجاب لي اكل الله هامبورجر وبعد كده مسكت السندويتش بتاعي وعدت اكل فيه ولا كأن عروسة وعمر كمان مسك السندويتش بتاع وفيدل ياكل فيه وعمل يتكلم معاي اول ما روحت لهم وليتهم قاعدين وعملين ياكلوا بالمنظر دا تصدمت ارحموا امي بقى جننتوني هاهاها تاخذي حتا يا ابني يا ابني ارحم امي بقى ده انا صاحبة مرض هتشلوني انت وهي اول انت متضايقة ليها بناكل يا ولية جعانة هو انتو بتهزروا يا جماعة يعني سايبين الفرح بتاعكم وجايين هنا تاكلوا طب خلاص خلاص جايين اهو الناريمين بصت لنا بكل غضب وسبتنا ومشت واحنا كملنا اكل وكأن ما فيش اي حد جاه الكل كان فرحان في اليوم دا بطريقة ما تتوسفش اما بقى عمر وناريم فكانوا برقص سلوه مع بعض كنت عملا رقص مع نريم وعنايا بتتأمل كل حاجة فيها شعرها عانيها كل ملامحها الجميلة فوت من سرحاني على صوتها وهي بتقول لي يلا يا عمر يلا يلا ايه يلا يا ابني عشان كتب الكتاب بقى لهم سعبنا دولنا وبعد كده تجمعنا كلنا على الترابيزة والمقزون كتب كتابنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير المقزون قال كده والكل بعملي طنطط من الفرح وبعد كده لقيت عمر قرب مني ومسك ايدي وقال لي مبروك يا نارانيرو الله يبارك فيك يا عمر كنت قاعدة انا ونريمو عملين نضحك مع بعض ولقيت اللي دخل علي اللي اول ما شفته حسته ان الدم بيغلي في عروقي ومباقتش طيق ولا طيق نفسي مبروك يا عمر اتمنى ان انت تكون لسه فاكرني انا طارق صاحب ناريم استفزني اكتر الغابي ده ما يعرفش انه ولو وفضل اكتر من كده انا ممكن اقتله مش مهم وما اسمعاش صاحب ناريم واسمعها مادام ناريم اشطى اشطى هو بعد كده لقيته ومدي ايده عشان يسلم علي هو ببص لعمر لقيته ببص لحتة بصة فازي ما يكون بيحذرني ان انا سلم عليه بقصت له بكل قوة وتحدي ومديت له ايدي وسلمت عليه في اللحظة دي بيت حاسة ان عمر هيقتلني لا بس ايه الحلوة دي كلها مرسي ما بيت شادر استحمل اكتر من كده وقفت قدامه وقلت له بكل تهديد وغضب انت لو خايف على نفسك امش من قدامه دلوقتي حالا وفي اللحظة دي طريق حاس بالخطر لان نهاية عمر كده ما بتبشرش بالخير ابدا رح رفع ايده دليل على علامة الاستسلام ومش من قدامه لكن انا بقى كنت وقفة ومسكة نفس النادحك بالعافية او ببص على عمر لقيته ببصلي بكل غضب بيقوللي هو ايه الهبل اللي حصل ده ها ازاي البني ادم داي عاملك كده هو مين اصلا اللي عزمه على الفرح ايه في ايه انا اللي عزمته اتفجأت من رضاها علي رح تبسكها من ايديها جامد هو ده ليه ان شاء الله هو انت ملك انت صاحبي وانا حرة ناريم ما تختبرش صبري اكتر من كده حسلت هو انت حسل انا ايديها تكسر في ايده لكن خصوصي نجحت هو ما بقاش باقي غير القليل هو انت ملك يا عمر جوازنا ده صوري فمش من حقك انك تعترض على اي حاجة نهائي اتفجأت من تحديها ليه وحسيت ان قلبي وجعني على اللي هي قلته انا كده اتأكدت ان هي فعلا ما بتحبنيش وان هي مجبرة علي وعالجوز مني بعد كده سبت ايديها وقلت لها هو انا بقى ما بقولش كده عساس انك مراطي هو ده مش جديد يا عمر تاني ربنا اللي علم انا ممكن اعمل فيك ايه القلبي وجعني ايه من اللي هو الهوني هو فعلا مش معترف بيا كزوجة نهائيه ماشي يا عمر انت اللي بدأت وانت اللي هتنده وبعد كده الفرح خلص واخدت الناريم وروحنا على البيت اللي احنا هنعيش فيه نزلت من العربية فتحت لها الباب وقلت لها انزلي يا نريم لا مش هنزل يوووه انجزي يا نريم يلا قلتلك لا مش هنزل غير لما تصلحني الاول بقيت وقفه متضايق انا دلوقتي غضبان منها ومش عايزة صالحها رحت وطيت وشلتها بين ايدي يوه نزلني يا عمر انا مش هدخل الفيلا بقولك نزلني لكن هو ولا كأنه سامعني ولا برد علي استنيت الفرصة لو يخرج فهم فاسح من جيبه رحت مسك ايدي وعدته جامد اه دي راي عبل تلعى الضابة عملت كده وسبقتني وتلعى التجري رحت تلعت اجري وراه ببص ورايا ولقيته عمل يجري بيتعمل اجري هو يجري ورايا بس مش باجري على طول كان فيه نفورة كنت عمل الف حواليها وهو عمل يلف ورايا بس بايا ناريم كفاية يا بيت يا بيت تهدى الله يهدك ارحمي امي التعبانة طب خلاص خلاص والله ما ازعالك تاني هصالحك كفاية دخطى الله يخرب بيتك اه ياني اه ياني طيب بتجري دوائر ليه ها وفي الاخر تعبت وقفت وانا كنت عملة اخد نفس بالعافية انت قلت ايه هصالحك هصالحك الله يهدك اوف جت هنيلا اللي عاوزة خلف قال لي كده هو متغاز وقعد على حرف النفورة بتاعب رحت رحت وقفت قدام وقلت له طب يلا بقى اتفضل صالحني انا اسف يا ناريم هانم خلاص استريحتي لسه ما خلصتش طري منك ياللي نكدت علي يوم فرحي ما كنتش فيه مصدائب اللي هي قلته ومرة واحدة تفاجأت باللي ناريم عملته والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة بحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة ترجمة نانسي قنقر